بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام احباء العزاء احباء في الله ازاي كم عاملين ايه اه نبدأ على بركة الله النهاردة فيديو فيديو مهم جدا لكل حبيبي المبتدئين على اليوتيوب والناس اللي عايزة تجمع الالف مشترك واللي عايزة تجمع الارباح تلاف ساعة اه مشاهدة بكل سهولة ان شاء الله في طريقة سهلة وفي طريقة كويسة بعيدا عن اي حاجة غير قانونية لا يتحى اليوتيوب اه دي متوفرة اللي انا اه فيديو مهم والفيديو ده هو ان شاء الله ينفعكم بازن الله هو بفيديو بسيط وكل واحد اه مننا اه عنده طبعا اه صفحة على الفيسبوك كل ما عندهش ممكن ينشئ صفحة بكل سهولة اه وممكن يربط الصفحة دي بقناته على اليوتيوب بحيث اي حاجة ينزلها على اليوتيوب فيديوهات بتنزل على الصفحة بتاعته على الفيسبوك اللي هو لو ليه متابعين كتير فالناس دي بالتالي ممكن تشوف الفيديوهات ده هي تحب القناة بتاعته تدخل عنده تشترك له اه تشاهد له اه فالعملية تزيد اه الناس برضو اللي فعلت القناة ممكن الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله ينفحهم كويس بالنسبة لهم اه منزل فيديوهات وعليها اعلانات الناس مجرد اللي هي ما بتخش على الفيديو على الفيسبوك وتشوف الاعلانات ده هي بتجيب لك مشاهدات وبالتالي بتجيب لك اربع نروح ونطولش على حضرتكم ان شاء الله لكل حبيبي المبتدئين وكل الناس اللي كمان مش مبتدئين اه نبدأ على بركة الله وان ندخل على الفيديو ازاي اربط صفحة الفيسبوك بتاعتي بقناتي على اليوتيوب اول حاجة حبيبي عشان اه نمشي صح احنا هندخل على على جوجل اه على كروم هتدخل على كروم زي ما احنا شايفين كده هتفتح معي الصفحة بالشكل ده هوت اه بيقول لك البحس عن عنوان الويب او ادخاله اه او ممكن تضغط على علامة الفيسبوك مرة واحدة او تكتب ان هوت الناس برضو حبيبي اللي لسه مبتدئين هيكتبوا ان هوت فيسبوك يكتبهم فيسبوك كتبت انا في كروم في البحس فيسبوك بعد كده بنختار اول اختيار اهوت اللي هو تسجيل الدخول فهو بالتالي ايدخلني تسجيل الدخول لو انا عندي صفحة كلنا عندنا صفحات على الفيسبوك نعمل تسجيل الدخول زي ما حضراتكم شايفين اول اختيارة هوت تسجيل الدخول ضغطنا على تسجيل الدخول بالشكل ده هوت هيفتح لي الصفحة بالشكل اللي انتم حضراتكم شايفينه ده هوت اول ما يفتح للصفحة بالشكل ده هوت اللي هو صفحاتي اللي انا اعملها هنكتب في البحس ان هوت فوق ان هوت حبيبي كده هوت ده البحس بتاع البوك هنكتب في يوتيوب تاب يوتيوب تاب هتكتب يوتيوب تاب في البحس ان هوت اهو انا كتابها قبل كده هنكتب اهوت زي ما حضراتكم شايفين يوتيوب يوتيوب ماشي تاب تي اي بي سمون هتزهر لي اول اختيار هوت اللي هو اليوتيوب تاب هنضغط عليها هيطلع لي الصفحات اللي انتم شايفينها دي عدد من الصفحات هتختار انت اول اختيار اللي هو اليوتيوب تاب انا بنكبر لك وهوت حبيبي هتختار الاختيار الاولاني ده هي الصفحات اللي ظهرت عندك باليوتيوب تاب هنضغط عليها ضغطة ضغط على اليوتيوب تاب او تاب زي ما هم بيسموها انا بنكبر لحضراتكم هوت اتفتح للصفحة بالشكل ده هوت في اول حاجة هوت باللون الازرق بقول لك استخدام التطبيق بس انا قبل القطوة ده هيت في تلات نقط فوق عندي على الشمال هوت لازم اكون عامل العرض باصدار سطح المكتب زي انا معنا عامل كده لازم تعملوا العرض باصدار سطح المكتب لان هو المفروض للتطبيق ده تعملوا من عن طريق الكمبيوتر في احنا ازاي نقل الموبايل الكمبيوتر اللي انت بتضغط على تلات نقط العشمال زي ما احنا عارفين ولو عندك العرض مش باصدار سطح المكتب تعملوا باصدار سطح المكتب لك شغال على شاشة كمبيوتر بالزبط اول خطوة بعد ما تبتح الصفحة ده هيت هي يقول لك استخدام التطبيق انا نكبر لكم العملية هوا هنرجع تاني اللي هو بالشريط الازرق ده هوا اهوا بالشريط الازرق ده هنضغط عليها استخدام نضغط عليها استخدام التطبيق لما نضغط على استخدام التطبيق هتفتح لي الصفحة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهوا دي فوق دي علامة يعني الفيسبوك وفتح لي اضافة علامة تبويب صفحة انا لو عندي اكتر من صفحة موجودين عندي بختار منهم لو بيقول لك اهوا صفحات فيسبوك اهوا بنكبر لك اه هتضغط على صفحات الفيسبوك عشان تختار الصفحة اللي انت عايز تربطها بالقناة بتحتك اه هنضغط على صفحات الفيسبوك على السهم ده ضغطنا على السهم ايديك انا عندي مسلا رابطة المهندسين الزراعيين عشان اراجي المهندس زراعي عندنا زياد زايد برضو دي اه صفحة عندي عماد ابو زياد لتركيب السراميك عند هايبر ميرا والتوخي دي صفحات اللي انا عاملها على الفيسبوك فهو بيوفرها لي عشان اختار منها الصفحة اللي هي اشغالة معايا اللي انا اضغط اضغط عليها واربطها بالقناة بتحتي الشرحة يا جماعة بسيط وسهل بس انتم تمشيوا على الخطوات واحدة واحدة وتركزهم اه ان شاء الله يعني اتفيدكم كتير بإذن الله في زياف هي الحصول على الف ومشترك والحصول على الارباح تلاف ساعة مشاهدة بكل سهولة وبكل يوسر يبا احنا جيبنا الصفحات الفيسبوك عن اختار انا الصفحة بتاعتي اهي加 زياد زايد اخترتها علمت عليها علامة صح علش ما لها كده على طول علش ما لها ما نسحب كده على طول بيقول لك اضافة علامة تبويب صفحة اضغط على اضافة علامة تبويب صفحة ضغطت على علامة تبويب صفحة افتح للصفحة بالشكل ده اربع خمس ثواني اربع خمس ثواني وهتبدأ تحمل معايا الصفحة الجديدة اتحمل معايا جاب لي الصفحة بالشكل اللي انتو حضراتكم شايفينه ده هوت جاب لي الصفحة بالشكل ده جاب لي الصفحة بالشكل ده حباب الغاليين انكبر لكم انا شوية كده تحت الصورة اللي انتو شايفينها فوق ده هيت تحت الصورة ده هيت اللي فهو للصفحة وزياد زايد اللي هي المفروض الصورة بتاعت هنا هو بتاعت الصفحة. اه في حاجة اسمها على اليمين هيت المزيد. حاجة اسمها المزيد. اضغط على المزيد اللي هو السهم ده. ايجيب لي اه خيارات كتيرة. اه الصفحة الرئيسية للمجموعات المناسبات الاقراءة مقاطع الفيديو والصور حول المجتمع يوتيوب. انا اللي انا عايزه نهوت يوتيوب. لان انا قلت لكم في الاول ان انا عايز اربط الصفحة ده هيت بقناتي على اليوتيوب. بحيس لو نزلت فيديوهات اي حين ازلتها تنزل على الصفحة مباشرة فبالتالي الناس المتابعين على الفيسبوك واللي بيدخلهم والجداد عندي يشوفوها يخش يشتركوا مباشرة على القناة بتاعتي وبالتالي تزيد الالف مشترك ونجيب الالف مشترك ونجيب الاربعة تالية في ساعة مشاركة. اضغط على اليوتيوب ضغطة. ضغط على اليوتيوب انصغر لكم. فتح لي هو كده ايه? المفروض الصفحة ده هيت بالشكل ده القطوات كلها سهلة والله يا جماعة محدش يعني عملية بسيطة جدا وسهلة. ايفتح معايا الصفحة بالشكل ده احبابي الغاليين. هنيجي كده على الشمال. اول حاجة فوق بيقول لي انا يعني ايه اي دي القناة. اللي هو الرابط بتاع القناة بتاعتك اللي انت عايز تربطها بالصفحة. فانا هنجيب الاي دي من احنا عارفين احبابي الغاليين. اللي احنا ازاي بنجيب الرابط. وعملنا في اه فيديو قبل كده. بس انا هنروح برضو مع حضراتكم اهوت. اجيبين نجيب الرابط ازاي. احبابي احنا عارفين نجيب الرابط ازاي بتفتح اليوتيوب. فتحنا اليوتيوب بالشكل ده هوت. وبعدين نروح لآ صورة القناة اللي على الشمال. وبعدين نجيب قناتك. هيفتح لقناتك. هتيجي فوق كده في التلات نقط. اللي على الشمال فوق. التلات نوع دولة تتضغط عليهم واول اختيارك ده اللي عشان تجيب الرابط بتاع القناة واول اختيار على اليمين هوت اللي هو نسخ الرابط تنسخ الرابط انا بالشكل ده هوت نسخت نسخت رابط القناة بتاعتي اللي هو الاي دي اللي هو رابط القناة بتاعت او الاي دي اللي هو طلبه ارجع واروح بقى تاني لكوروم زي احنا ما كنا موجودين وكنا موجودين على نفس الصفحة. واول مستطيل موجود عندي بيقول لي معايا كده. انت بتمسح الكلام ده هوت وبتحط انه هوت بالراحة كده لصق بتاعك بتاع القناة. بس في نقطة مهمة لازم تعرفوها. اللي انا عايزه من هنا خالص. من هنا من الرابط ده هوت. اهو. اللي انا تشانل سلاج. ماشي. اللي هو تشانل والعلامة اللي هي المايلة دهيت. احباب الرابط اللي انا حطيته جبته زي ما اه حضراتكم شفتم معايا. ولصقته نهوت فيه اول مستطيل. اهو. انا هنصغر عشان شكل الصفحة قدامكم. ونكبر لكم تاني. الحاجة المهمة اللي بيقول لكم عليها اللي انتم عشان العنوان بيبقى بالطريقة الصحيحة. هتيجي بعد تشانل والسلاج دهيت. وشيل من بعد تشانل مشي والسلاج بتخلي الجزء ده هوت هو اللي موجود. وتروح جاي تحت كدوات شوية. بص احبابي. هتيجي نهوت فيه اختيارين في اه حاجة اسمها اوتو بلاي. دي معمول عليها نو. هتخليها هيس. وفيه حاجة في راحة اسمها ديت برضو نو. هتخليها اهو في نفسي تحت الايه رابط القناة اللي انت تحت رابط القناة اهومت الحتة ديت احبابي الغاليين. اهو تحط الاتنين دولات وبعدين بتيجي تروح عامله ايه يعني حفظ الاعدادات. اللي هي بالشريط لا زرق ده هو. اللي هي بالشريط لا زرق ده هو. لما نعمل له هي ينقلنا الى الصفحة ده هيت. هيجيب لي بقى بص اخر حاجة انا عملتها. اخر فيديو وهيجيب لي القناة بتاعتي على صفحة الفيس بوك. اهو يا احبابي هو كده بقى فتح لي الصفحة ده هيت. اللي فيها اخر فيديو ديت. اخر فيديو عندي على القناة. اخر فيديو هوات موجود عندي. اللي انا دعم القناة الصغيرة. ده اخر فيديو انا كنت منزله. ويجيب لي تحتيه كل الفيديوهات اللي عندي في القناة. فبالتالي اي حد اي فيديو هنزله. هينزل في الحتة دي. ده اخر فيديو بيبقى موجود. وبالتالي الفيديوهات التانية هتبقى موجودة تحته. فبالتالي الناس اللي تدخل عندي على صفحة الفيسبوك. ايشوف هم الكلام. ايشوفوا يعجبوا مسلا بالفيديو دهوت او كده. عايزين يشتركهم. هيشتركوا عندي. وان شاء الله في فيديو تاني. انا بنعرفكم انزا يبقى فيه اه نحط زر انا هوات بدغطة واحدة يوصلك على القناة بتاعتك. يا ريت حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو دهوت. يا ريت يا ريت يا ريت فيديو مهم جدا. بالنسبة لكم كلكم. اه ركزهم. اه اعرفوا الكلام ده هوات. هينفعكم كتير باذن الله رب العالمين. وبكده حبيبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. الفيديو المهم ازاي تربط قناتك اه مع صفحة الفيسبوك اللي عندك. اه هتفيدك جدا. اشتغل بقى اعمل غلاف حلوة للصفحة بتاعتك. عشان الناس تنجذب للصفحة بتاعتك في الفيسبوك. فبالتالي بعد كده تدخل عندك على القناة. كل ما هتنزل حاجة على القناة. هتيجي ان شاء الله على الصفحة انهوت. وتستفاد بها بازن الله رب العالمين. كان معكم وبزياد من قناة شاهدوها متعلم ونوعات على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله.